قتل جنديان أوكرانيان وجرح ثلاثة آخرون جراء هجومات تعرضت لها مواقع القوات الأوكرانية بإقليم الدنباس شرق أوكرانيا قيادة عملية مكافحة الإرهاب وثقت أكثر من عشرين قصف شنه الانفصاليون والمسلحون الروس على مواقع القوات الأوكرانية في مختلف المحاور في اتجاه ماريوبول قام الإرهابيون باستخدام المدفعية الثقيلة وصواريخ جراد في خرق سافر للهدنة وبنود اتفاقيات منسك السلام كما استخدم المسلحون الروس مدافع الهاون لقصف مواقع الجيش الأوكراني بالقرب من بلدة فودياني والعربات المدرعة في قصف بلدة شيروكنا باتجاه دونيسك استخدم المسلحون في مدينة أفديفكا وبلدتي أو بلدة أوبيتني القذائف الصاروخية والمدافع الرشاشة والأسلحة الخفيفة في منطقة لوهانسك أطلق الانفصاليون القنابل اليدوية باتجاه مواقعنا استخدموا الأسلحة الخفيفة وعلى مدار الأيام الماضية قصف العدو معاقل قواتنا بالقرب من نوفا سفانوفكا وقرية لوهانسك وللحد من القصف العنيف التي تتعرض له قواتنا اضطرت القوات الأوكرانية للرد بفتح النار على مصادر النيران